ما تردوننا عمي قولوا عمي ما اريدك هذا كتاب الطرد ما لك وروح الله وياك خل اشوف الديرة اروح اعيش بيها وعيش هاي الاطفال هاي الاطفال اللي ما عدهم بس الراتب عايشين من عنده وبيت التجاوز والبيت التجاوز اللي قاعدين بيه اذا تردون فالشو عليهم وشيلوهم انا مظلون بالشارع يبيعون كلنس وبيعون مي بالتقاطعات ما عدي غير هذا الكلام اقوله هذا كلامي موجه لكل شريف عراقي لكل واحد يحب البلد لكل انسان يحس بنفسه صدق عراقي عراقي ما عنده تبعية خلي اسمع هذا الفيديو وخاصة بني مالك لا تسكتون اللي اجهج الموضوع عليه هذا ابو حسن الساعلي وهذا نداء لكم بني مالك عامة بالعراق يقول والله شلون يقول انا مخابرة لا خابرتني واتصلت بيه وقتلك اروح باتر الصبح للقنصل وقتلك ما اروح وانت اللي قلبت الدنيا عليها السمرة ثانية بعد اما بالنسبة للصباح الساعدي النائر صباح الساعدي نعم اجيت وزرت الايران واجبت للدجاج وجبت للفانية والباس وموجودة حتى الكاميرات والمديرية وبالنسبة لكاظم الصيادة لا كان اكو اشتباه اكو ولد نقلوليها انا نقلوليها وحتى صباح الساعدي اللي نقلوليها ضباط من المخدرات اجيت زرت الايراني ببطن المخدرات وتتعذر من عنده والمرجعية ما لاضية والمرجعية ما قابلة يا مرجعية ما قابلة على هذا الايراني المهرب منو قللك انا اسا اجتنا اوامر من القائد مالتي وراح انفذ الامر مالته وراح اروح للتوقيف لان انتم الضغطون علي كل ساعة واحدة خابرة لان احنا ما اكو استقلالية ما اكو حتى المؤسسة الامنية ما احد بي استقلالية وجزاكم الله خير وهذا الفيديو اريد يوصل الى رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء الى الوكيل الاقدم ما تردون عن مطون استقالتي اخذ العيالي واطلع اخذوا الاراق لكم ما اريده اراق مقشرين بي اخذوا والتوبكتو من بداية الناهاية اخذوا ما اريده